موسيقى مجهز الأخبار من قناة طيبة أهلا بكم طالب الأمين العام لحزب الأمة القومية الواثق البرير بسرعة هيكلة الجيش ودمج قوات الحركات المسلحة في القوات المسلحة لتقم بدورها المنوط بها في المحافظة على حدود البلاد ودع البرير الحكومة المركزية لاستكمال هيكل السلطة الانتقالية بتكوين المجلس التشريعي ليطلع بمهامه الدستورية وتكوين المفوضيات وتعيين ولاة الولايات وقال البرير أن البلاد تمر بمنعطف صعب يتطلب على الجميع تحمل المسئولية واستنهاض الهمام طالبت مجموعة من القيادات المجتمعية بمدينة الأبيض بقالة والي شمال كردفان خالد مصطفى ودفع عدد من المواطنين بمذكرة لعضو مجلس الشركاء عمر الدقير أثناء مشاركته في فعالية بالولاية طالبوا فيها بقالة الوالي وحاوت المذكرة عددا من إخفاقات الوالي واستعانة الوالي بمجموعة تنقصهم الخبرة لفتين إلى أنه أفقد السلطة هيبتها وأنه يفتقر للقيادة الحكيمة أعلنت اللجنة التسييرية لأصحاب الصيدليات بولاية الخرطوم دخولها في إضراب شامل ومفتوح يبدأ من صبيحة غدنا الاثنين حتى تحقيق مطالبها وكشف رئيس لجنة تسيير أصحاب الصيدليات بولاية الخرطوم حمد جمال أن للجنة خمسة مطالب أساسية لا بد من تحقيقها أبرز هانس ياب الدواء من المصدر للصيدليات دون وسيط وتحسين بيئة العمل ومراعاة الصيدليات في الرسوم الحكومية والخدمية المفروضة وأكد جمال عن توقف معظم شركات التصنيع المحلي والمستوردة عن بيع الأدوية بسبب عدم وجود تسعيره شكى عدد من أصحاب المخابز توقف إمداد غاز المخابز لأكثر من سبعة أيام مشيرين أن الأسباب غير مبررة لهذا الانقطاع وأعلن أصحاب المخابز عن تضررهم من تعامل شركات الغاز بإهمال شكواهم المتكررة عبر الرقم الموحد وأكد أصحاب المخابز بحسب صحيفة الصيحة أنهم في السابق كانوا يجدون بعض الجهات التي يشكون إليها ولكنهم الآن لا يعرفون لمن تقدم الشكوى وعين نهاية الموجز شكرا لطيب المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر